اكد صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اكد على أهمية مواصلة تعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة على كافة المستويات ما يسهم في فتح آفاق أوسع لتنامي العلاقات الثنائية ويخدم البلدين والشعبين الصديقين وشير سموه إلى دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه لكافة الجهود لمواجهة التحديات الراهنة في المنطقة من أجل تحقيق الأمن والسلام جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله عن بعد اليوم بحضور الفريق الروكنذياب بن صغر النعيمي رئيس هيئة الأركان مع الفريق أول كينث مكانزي قائد القيادة المركزية الأمريكية حيث أشهد سموه بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين وما وصلت إليه من مستويات متقدمة على كافة الأصعدة وأهمية مواصلة البناء على ما تحقق بما يصب في صالح البلدين والشعبين الشقيقين وخلال اللقاء تم استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي